نفسي جدا جدا يبقى فيه اهتمام أكتر بالثقافات وفي المحليات فعلا في الأقاليم وفي محافظات وقرى مصر يعني البرنامج زي الدوم ده حقيقة أنا ساعدت بيه جدا لأنه كمية المواهب اللي عندنا احنا جبنا ألفين شخص وخدنا منهم وكان ممكن ناخد أكتر بكتير إنما الأشخاص موهوبة جدا في نوعيات مختلفة يعني المهم أن هؤلاء الموهوبين اللي تم اختيارهم توظيفهم بقى في المجال الفاني بالضبط كده يعني هم الحقيقة هو يعني حاليا في الإزاعة يعني في منهم الحمد لله يا رب خلاص بقى بيتدربوا طبعا أكتر وبقى بقى بقى بيقروا نشرة الأخبار في أكترا وفي تعمل لهم كليبات المغنيين اللي هما كذبوا الجوائز خصوصا يعني اللي فعلا نشتغلوا أو اللي فعلا أنتج إليهم أعمال اللي هما تلعوا في الجوائز اللي هما كذبوا الجوائز الأخيرة لأنهما في الآخر رح بنعمل تصفية 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 وفي الآخر بناخد اتنينات من كل من كل موقع لهذه البرامج يعني أتخيل أنها لازم تبقى بتتكرر بشكل موسمي كي فكرة للانتقال إلى محافظات مصر المختلفة حاولنا نعمل كده انتبعا الكلام ده مش فاينر لأن هما يعني قرارات مش بتاعتي يعني أنما اللي أنا متأكدة منه وأن فيه سيزن تو وسيزن تو حيبقى على نطاق أديق شوية لأنه برضو النطاق الواسع قوي ما بيديش فرص لتظهري موهبة قوي فيتعامل يمكن أكتر بس بس الاعداد تبقى أصغر بشكل بقى سنوي بشكل كل سيزن السيزن كل تلتو شهور بس اللي أنا متأكدة منه أن فيه سيزن تو وأنه بيعد ليه في القريب جدا إنما أنه يروح محافظات عشان المكان نفسه يتبني في محافظات مكلف جدا جدا عشان شفت المكان نفسه مكلف جدا فلازم لو نروح المحافظات ننقي نعمل زي اختبارات مواهب إنما إحنا لو نروح لهم محافظات والحقيقة كل وزارات الثقافة في المحافظات دي بتبتح لنا بوابهم وبتبقى بتساعد جدا وبتساهم جدا إنما المسابقة نفسها والحضور وأن فيه مسابقات مثلا هنا بيتعامل في شكل استعراضي فكل ده مكلف جدا فعشان تعمليه يعني كان الخطة أن يتعامل المرة دي مثلا في شرم مرة جاية في أسوان يعني كده إنما اللي أنا فهمته برضو إنه السيزن الجاي ده هيتعامل في نفس المكان إنما هل ده هيتطور لأشياء أخرى ما عنديش فكرة يعني طبعا سكان المحافظات الأخرى بيطلبوا إنه البرنامج ينتقل إليهم لأنه في كل محافظة فيه عدد كبير من الموغوبين ومكت فيه كل المجالات صحيح هو حقيقي تجربة نكحة جدا وأتعشم إنها تستمر وزي ما حاجة بتقولي كده تبقى مش باش سنويا يعني تبقى أسرع من كده